أهلا وسهلا معنا الأخت نهال أهلا وسهلا أخت نهال تفضلي السلام ونعمة يا حضرة الأسيس نزار برحب بحضرتك وبالدكتور أسامة اللي وفى وكفى بشرح رائع وبسيط الرب يبرككم بس عايزة أسأل بخصوص الحتة الشائكة اللي حضرتك أثرتها قلت إن الأنبياء ليسوا معصومين من الخطأ لكن الكتاب المقدس نفسه معصوم من الخطأ ليه؟ لأن كتابه أناس الله القدسون مسوقين بالروح القدس طيب عايزين ندخل في حتة أعمق وهي الترجمات المتعددة أو المتاحة لنا هل هي أيضا معصومة من الأخطاء؟ لأن اللي ترجموها ووصلوها لنا أشخاص عاديين فما رأي حضرتك نرد بإيه على أخوتنا المسلمين اللي بيتهمونا إنه كتابنا محرف وإن النسخة الأصلية مش هي اللي في إيدينا والسؤال الثاني والأخير بنسمع من أحد التواقف إن هناك أصفار محذوفة فسؤالي لحضرتك من شقين أولا هل هذا يعني إن الكتاب اللي بإذنى ليس كاملا؟ وثانيا من الذي قرر هذه الأصفار تظل وهذه الأصفار تحزم؟ أرجو التوضيخ والربي منكم أخت نهال بالنسبة للسؤال الثاني رح نخصص حلقة كاملة عن موضوع الأصفار المحذوفة أو كما تسمى بهذا المسموه ولكن السؤال الأول طبعا يعني إذا ممكن ترد عليه إن الأنبياء هم في حياتهم في عيشتهم غير معظومين لكن لما كتبوا هذا الكتاب مسوقين من الروح القدس أعطي لنا كتاب معظوم من الخطأ في لغته الأصلية العبرية بالنسبة للعهد القديم اليونانية بالنسبة للعهد الجديد الترجمة سوري يعني بس إنه أحباءنا المسلمين عالة يعني إحنا بالمسيحية في عنا شيء اسمه حرية نعم فبتلاقي في ناس بتكتب وفي ناس بتنتقد أو يعني هذا الكتاب لأنه إلو مطلق الحرية وهذا بس أحيانا بسبب إشكالات لإلنا لأنه فيه ترجمات كتير حتى في اللغة نفسها اللغة العربية فيه أكتر من ترجمة اللغة الإنجليزية فيها الترجمات نعم وإلى اليوم ما زال فيه اكتشافات للأصفار القديمة وكل مرة يعني عاوز أأكد أنه كل مرة بيكتشفوا واحد من أهم الاكتشافات مخطوطات قمران نعم ولسيما مخطوطة إشعياء كل ما بيكتشفوا بتأكد طبعا الوحي أنه بالضبط ونفس الكلمات من فبوت في الترجمات يعني ممكن يكون شخص أخطأ سهوا نعم 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 أنه الترجمات عمل بشري أيوة لكن مش عمل بشري أعطيه لأي حد يجي على مذاجه أنه يترجم يترجم هو عمل بشري لكن هذا العمل تم بإرشاد الروح القدس ومعونته مش بوحي الروح القدس لكن بإرشاد الروح القدس ومعونته من الناس أنفقوا عمرهم وحياتهم في فهم النص الأصلي علشان يترجموه لنا ويوضحو لنا ويوضحو لنا وإحنا عندنا كم من المخطوطات زي ما حضرتك أشرت باللغات الأصلية العبرية للقديم واليونانية للجديد وهذه المخطوطات بتؤكد أنه اللي بين إذينا هو أقوال الله هذه الترجمة من الممكن أنه يكون فيه كلمة محتاجين أننا نستوضحها من العارفين باللغات القديمة العبرية واليونانية فنعم إحنا بنعترف بأنه من الممكن أنه يكون فيه في عملية النسخة أو في عملية الترجمة بعض الأخطاء البشرية لكن مع زيادة البحث والفحث لكلمة الله عايزة أقول أننا بنص المعنى الأقرب اللي لا يشوبه شك أبدا فيما بين إيدينا لو أنا قارئ للعربية فهذه واحدة من الترجمات المحترمة الموثوق فيها ولسيما أنه الاكتشافات ما زالت عم بيكتشفوا وبيكتشفوا ولما بيكتشفوا ما بيلاقوش التناقضات لكن بيلقوا ما يؤكد المخطوطات اللي التبق اكتشفها قبل كده أما الموضوع الثاني أخت نهالة أنا مش بتهرب لأن هذا موضوع كتير كتير مهم وعلى فكرة مش بس أنت يعني كتير ناس سألت عن هذا الموضوع وهذا أنا بفضل أنه نخصص له حلقة عشان نكون منصفين في هذا الموضوع موسيقى